جد واكتهد واطلب من ربنا سبحانه وتعالى بصدق نية اهم شيء انك تطلب من ربنا سبحانه وتعالى بصدق نية نية صادقة من قلبك فعلا ان انت عاوز ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك اطلب من ربنا سبحانه وتعالى ايمانا يباشر قلبك قول يا رب اللهم اني اسألك ايمانا يباشر قلبي ربنا سبحانه وتعالى لو لأ منك فعلا انك من جواك ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم لو لأ من جواك ان انت فعلا نفسك تتوب فعلا نفسك تعيش اللحظة الرمضانية فعلا نفسك ان انت تعيش رمضان بمعنى الكلمة فعلا نفسك ان انت ربنا يغفر لك فعلا نفسك ان انت ربنا يجعلك من عطقاء ومن النار ربنا سبحانه وتعالى يعينك واطلب من ربنا سبحانه وتعالى الاعانة كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم عيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعتنسى انك تصل عليه طبعا فات من رمضان 13 يوم بكرة الـ 14 وخلال ساعات معدودات هتجي تبص هتلاقي رمضان عدة مننا وحاجة من اتنين يا اما انت فست بيه يا اما تجي تبص تلاقي نفسك ضيعت في كل حاجة وعملت تفرج على مسلسلات وافلام ومطشط الكورة الى اخير يعني من المسليات ومن الملهيات بتاع الدنيا رمضان قصير لا يحتمل التقصير فاخد بالك بقى ان الشهر ده هو شهر واحد في السنة فانت مش عارف اذا كنت انت عاوز تعود وتقول انا هستنى لسه رمضان الجاي السنة الجاي فانت متعرفش اذا كان ربنا سبحانه وتعالى هيدليك العمر اذا كنت انت هتستقبل رمضان السنة الجاية ولا لا اخد بالك بقى من الموضوع ده كويس وركز معاه في الكلمتين دول وان شاء الله نقولهم وباذن الله تمنى ان نكون جميعا من الفائزين ان شاء الله في شهر رمضان نطلب من الله سبحانه وتعالى ان نكون من عطاقائه من النار ان شاء الله بص بقى اللي فات كوم واللي جاي كوم تاني اخد بالك بقى لان زي ما حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر رمضان اوله رحمة رحمة من ربنا سبحانه وتعالى اول عشرة ايام ودول انتهوا واوسطه مغفرة ودول تانى عشرة ايام واخره وعيدكم من النيران احنا في ايام المغفرة من ربنا سبحانه وتعالى لو انت عملت زنوب طبعا كلنا بنعمل زنوب طول السنة الا ما رحمة ربي كلنا بلا استثناء ما فيش انسان ما بيغلطش لان اللي ما بيغلطش ده هي الملائكة والانبياء لانهم معصومون من الاخطاء ايه الانسان اللي هو احنا والبشرية كلها بتغلط طول السنة احنا عملين بنعمل زنوب وعملين بنعمل معاصر فانت اخد بالك بقى لي وليك احنا الشهر ده هو فرصة بالنسبة لنا فرصة بالنسبة لنا فرصة كبيرة جدا جدا شهر واحد يغفر لك الزنوب بتاع السنة كلها فانت ضيعت الشهر ده اللي ربنا بيدو لك دي بيقول لك اتفضل ده دية مني للانسان انك تعبد ربنا سبحانه وتعالى وتعالى وتستغفره بغض نظر بقى عن انك ماذا كنت تفعله قبل ذلك في جميع ايام السنة كان في قصة جميلة جدا عن سيدنا موسى واحد قال له يا كلم الله اطعت ربي عشرين عاما وعصيته عشرين اخرى يعني انا اطعت ربنا سبحانه وتعالى عشرين سنة وعصيته عشرين سنة تانين فان عدت اليه ايقبلني فقال له رب العزة سبحانه وتعالى قال له يا كليمي ابلغ عبدنا اطعتنا فاحببناك وعصيتنا فامهلناك وان عدت الينا على ما كان منك قبلناك فشوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى يعني يعني سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى ده لو انت معانت كده بقلبك هذا رب لا يعصى هذا رب لا يعصى تخيل ان انت عملت حسنة الحسنة دي بيدهلك بعشر امثالها الى سبعمائة ضعف لسبعمائة ضعف والله يضعفه لمن يشاء طيب السيئة لو انت عملتها سيئتك بتاخدها سيئة واحدة بس وإلا كده كان زمن وإلاك ولو اخذوا الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دب هتجي بص تلاقي الارض دي كلها مفيش عليها كائن بسبب الظلم الانسان لنفسه والظلمه لا اخيه هو كمان يعني انت بتظلم نفسك وبتظلم الناس معاك او بتظلم الناس هذا شيء مهم جدا جدا انت تاخد بالك من الموضوع ده ان ربنا سبحانه وتعالى بيقولك لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا اوبالك يعني تخيل ربنا سبحانه وتعالى بيقولك انت مهما عملت من ذنوب مهما عملت من معاصي اي حاجة انت عملتها انا هغفر لك بس انت استغفرني هغفر لك بس خليك معاين يعني ربنا سبحانه وتعالى غنينا عن عبادي ولكن هو خلقنا لحكمة وهي العبادة ونحن كنا ذلك سابقا في فيديوهات كثيرة ولكن هذا لا يعني أننا نطرق كل شيء ونطرق الأعمال ونقول إحنا نعبد ربنا سبحانه وتعالى وعود عبد ربنا سبحانه وتعالى إنك تشتغل وفي نفس الوقت الشغل ده أو العمل ده لا ينسيك عبادته سبحانه وتعالى جد واكتهد واطلب من ربنا سبحانه وتعالى بصدق نية أهم شيء إنك تطلب من ربنا سبحانه وتعالى بصدق نية نية صادقة من قلبك فعلا إن انت عاوز ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك اطلب من ربنا سبحانه وتعالى إيمانا يباشر قلبك قول يا رب اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ربنا سبحانه وتعالى لو لأ منك فعلا إنك من جواك إن الله لا يغير ما بقومه حتى يغيره ما بأنفسه لو لأ من جواك ان انت فعلا نفسك تتوب فعلا نفسك تعيش اللحظة الرمضانية فعلا نفسك ان انت تعيش رمضان بمعنى الكلمة فعلا نفسك ان انت ربنا يغفر لك فعلا نفسك ان انت ربنا يجعلك من عطقاء من النار ربنا سبحانه وتعالى يعينك وطلب من ربنا سبحانه وتعالى الاعانة كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم عيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يعني كانوا يطلب من ربنا سبحانه وتعالى انه هو يعينه على العبادة فانت برضو تطلب من ربنا سبحانه وتعالى انه هو يعينك على العبادة شهر رمضان شهر الصدقات يعني وما أدرك ما الصدقات سبحانه وتعالى نبه علىها كتير جدا في صورة المنافقون في نهايتها فيقول رب لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكم من الصالحين ده دليل على إن الصدقة دي لها ثواب عظيم عند ربنا سبحانه وتعالى فخبالك تصدق لله سبحانه وتعالى ما نقص مال من صدقة بل ربنا سبحانه وتعالى هيبارك في مالك وهيبارك في أولادك وهيبارك في كل شيء وفي صحتك انت صدقت وأنفقت لله سبحانه وتعالى لا نطيل رمضان قصير لا يحتمل التقصير صلي الفرائض وما تنساش انك تصلي النوافل ربنا سبحانه وتعالى قال وما يزال عبدي يتقرب إلي النوافل حتى أحبك يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقولك ان النوافل دي من خلالها أنا بحب عبدي طبعا احنا تكلمنا برضو في فيديوهات تانية كتير تكلمنا عن فضل السجود لربنا سبحانه وتعالى انك تسجد لربنا سبحانه وتعالى في كل وقت انك تطيل في السجود وتضع ربنا سبحانه وتعالى بكل اللي تقدر عليه اي حاجة تعاوزها في هذا الشهر ادعي ربنا سبحانه وتعالى فاسجد واقترب يعني ايه انك تسجد لربنا سبحانه وتعالى وانك دايما تقيم جزء من الليل يعني حاجة كده بسيطة النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون من الليل حتى تتورم قدماه ولما سأله الصحابة قالوا له يا رسول الله أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا ده احنا بقى لا نذكر يعني احنا ما نجيش أي حاجة خالص وهو نبي وربنا سبحانه وتعالى غفر له كان يدوى الله سبحانه وتعالى وكان يقيم الليل وكان يفعل كل شيء يرضي الله سبحانه وتعالى وانت لو حطيت همك كله انك ترضى ربنا سبحانه وتعالى وحطيت في دماغك انك كل همك انك ترضى ربنا سبحانه وتعالى ربنا هيديك هيعطيك من ماله وهيعطيك كل شيء انت عاوزه والدنيا هتأتيك وهي راغمة من أصبح وهمه الآخرة جمع الله له شملة واتته الدنيا وهي راغمة الدنيا تجيلك لحد تحت رجليك ده امتى لما انت تكون كل همك الآخرة أما اللي بيصبح وهمه الدنيا إلا وفرق الله عليه شملة ولا تكون له الدنيا أو كانت الدنيا عليه وبالا فاخد بالك من الكلمات دي طبعا انا اتكلمت يعني ملاحظات كده سريعة على كذا حاجة فاخد بالك بقى اعمل لنفسك على اقل ختمتين اتنين في شهر رمضان لا يكفي ختمة واحدة طبعا انت بتتفرج ماسك التليفون لو جيت تبصه طول شهر رمضان ممكن تلاقي نفسك ان انت ضيعت اصلا يومين اتنين من شهر رمضان على التليفون فاليومين دول انت اولى بيهم ممكن اكتر كمان على حسب بقى انت استعمالك ازاي امسح كل الطبيقات سوشيال ميديا الفيس والانستجرام والحاجات دي كلها اللي هي بتلهيك امسحها خالص لما تجي تبصه وتفتح التليفون هتجي تضغط مش هتلاقي حاجة تضغط عليه فتقوم جاي سايب التليفون تمسك مكانه المصحف بقى ان العادة عشان تكون عادة لازم تقط مكانها حاجة تانية ما ينفعش ان انا انزع عادة واسبها كده فارغة لا هترجع لها تاني فاخد بالك بقى من الموضوع ده اطلب من الله سبحانه وتعالى ان يغننا بالعلم وان يزيننا بالحلم وان يكرمنا بالتقوى وان يجملنا بالعافية يا رب اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم افتح علينا بمعرفة العلم سهل اخلاقنا بالحلم يا ربي ارزقنا حسن النية ونقاء الطوية واصلح لنا في الذرية ولنا لقاء اخر في فيديو قادم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا